مجلس الجامعة الدول العربية 30 ديسمبر 2019 ميلادية ويعرق الجهود الهادفة لعادة السلام والاستقرار إلى جميع أنحاء ليبيا وإذ تطالب وزارة الخارجية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها فإنها تؤكد على ضرورة دعم كافة المساعر الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في دولة ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر